عالم المسلسلات عالم مريض جداً لا يمكن إصلاحه الحل الوحيد هو بلاك ميرر وما يشبهه برافو عليك برافو عليك شفتو لو أنتو عندكم هذا الزكاء الاجتماعي والدرايع العظيمة بعالم الانترتيمنت الدليل عليها أن الراجل معه فلوس زي ما هو واضح كده يعني الراجل ده غني أنتو طول ما أنتو بتفكروا الأفكار الهدامة بتاعتكو بتتابعوا المسلسلات التعبانة اللي أنتو بتتابعوها وصيلو يبقى حلو وتروحوه صيلو وبيوحش تمشو عمروكم حيبقى معكم فلوس زي ما الراجل معه فلوس كان فخليك زي زور شرب بنا إكرمك حلو جداً استمتعت به لحد كبير تأكيد يعني حاسس كده أن جون ويك فاست اكس وبعدين اكستراكشن تو زي ما يكونوا وعملوا لي سندوتش علشان أطلع في الآخر بوجهة نظري قائمة كده ومحترمة ومفهومة إنك لو حتعمل فيلم أكشن حددته ما فيهاش كتير جديد والعملية كلها عملية هرس في هرس على الأقل اجتهد في إنك تقدم أفكار جديدة وإنك تقدم ستونت صعبة وإنك تقدم لي بعض الزوايا التصويره وبعض التكس اللي فيها تخليني فعلاً أصرخ أعجاباً باللي أنت مقدمه وهو دوت الاكستراكشن تو عامله لأن الاكستراكشن تو المخرج بتاعه اللي هو سام هار جريف دوت هو نفسه كان ستونت كوردينيتر اشتغل في الحاجات بتاعة مارفل أن جيم والكلام دوت اشتغل في أطوميك بلاند وعمل الاكستراكشن الأولاني وعمل الاكستراكشن التاني فده راجل صاحب أفكار صاحب وجهة نظر صاحب رؤية في تنفيذ الأمور اللي لها دعوة بالأكشن والستانس والكلام ده كله الفيلم طبعاً التسلسلات بتاعة نصه الأولاني حاجة فيه منتهى الجنان على مستوى الاستمرارية وإن كنت بقول أنها لا تقارنت بجون ويكفور لأنها على مستوى الأفكار الاشتباكية ما فيهاش كتير جديد هي بس فيها حتة الاستمرارية والتيكس والزوايا والصراحة هي مليانة خداعة يعني لا هو وحدة اللقطة اللي فعلاً متصورة بكاميرا واحدة مش طويلة قوي هو دايماً بيدي فريماتي يقدر يسلك نفسه فيها من زاوية لزاوية تانية أو من تيك لتيك تانية بس ادلك احساس كونتينيوتي على الأقل وبنقول يعني كتر خير الدنيا إن الممثلين دول تعبوا نفسهم عشان يعملوا شوية الحاجات دي في حدود فيلم ندفليكسي فيلم حتشوفه على بلاتفورم في بيتك وكلام زي ده النص التاني تقليدي شوية أكتر بس الرؤية الاشتباكية العسكرية قدمت بعض الأسلحة الزريفة بالإضافة لإن الفيلم مش فاضي قوي درامياً رغم أنه هو بيتبع نفس الأداة درامية اللي تم اتبعها في الجزء الأول المفروض اللي احنا تعملنا مع الفيم دي خلاص اللي هي عليها علاقة بالماضي بتاع بطالنا والكلام ده كله لكن رجعنا نزورها تاني زي ما يكون مشوفناهاش قبل كده أو ما تعملناش معها قبل كده بس مش دل قصدوا بالجانب الدرامي الحلو الجانب الدرامي الحلو في الديناميكية بتاعة العلة اللي بيتم إنقاذها لأن الأحداث بتاعة الجزء التاني كلها بتدور عن عائلة مسجونة مع مجرم بناء على رغبته هو شخصياً علشان ما يبقاش وحيداً في السجن بينما الزوجة ضجت جداً بهذه الحياة وبتحاول تصل لبر الإنقاذ ومعاهم طفلين والطفلين دول هما مركز الدراما كلها لأن هما طبعاً فيه بنت صغيرة ملهاش رأي قوي في الموضوع وفيه ولد مراهق وعجبني على مستوى السلسلتين إنه هو بيتعامل مع موضوع الأطفال دوت ما بيتعاملش مع أطفال صغيرين في الجزء الأول ما كانش طفل صغير وفي الجزء التاني مش طفل صغير ده واحد وليه رأي وليه تأثير وليه وجهة نظر ويعتبر محور الموضوع كله لأنه الارتباك الكبير والتشتت الكبير اللي موجود عنده هو شخصياً هو اللي بيحرك الأحداث بشكل عام وهو اللي بيخلق التقلبات بتاعتنا بكل تفاصيلها بالكلام ده كله ما عجبنيش إن إحنا ما استعرناش حاجة من علاقة بطلنا ببطل أو بالولد أو بالهدف بتاع الجزء الأولاني لأنها كانت محرك زريف جداً التفاصيل بتاعة علاقتهم مع بعض حتى المشهد النهائي في الأحداث كان بيؤدي أو بيقدم لإمكانيتنا ده ممكن يتم الاستثمار عليه ده ما حصلش خالص إحنا اعتبرناها صفحة وتقلبت وبتدينا نتكلم على صفحة جديدة بشكل كامل بس في تعويض لأن الجانب اللي هم عايزين يحفظوا على استمرارياته أكتر هو العلاقة ما بين البطل وما بين شاركته في المغامرات الشديدة بتاعته داية وفي شخصيات تانية إضافية ظهرت على السطح وعلى صعيد الأحداث وغالباً هيكملوا معنا وحيبقوا لهم تأثير بعدين ما لجأناش لما يستدعي الريتكون أو استمرارية الأثر الرجعي فيما هو قدم من أحداث على عكس الفيلم دوت اللي بدأ باستمرارية أثر الرجعي أصلاً عشان نرجع بطلنا على قايد الحياة ونبتدي نشوف التفاصيل بتاعت الأحداث بس بشكل عام لا انبسط وتشديت وتحمست وفي بعض اللقاطات الأكشنية الصيعة جداً سقفت وانا عدل هو لأ حلوة لأ حلوة ملعوبة جميلة حاجات بقصد الكوميديا دحكتني حاجات بقصد الصياعة انبسطت بها وقدرتها قولي نول فيلم حلو جداً برشاحه للا ما شوفهوش الفيلن كان سيء جداً تتفق يا جماعة ما هو فكرة التعويل على تقييم الفيلن دا متوقف على ما هو وزنه في الأحداث هو مجرد واحد بيشكل تهديدات وبيخلق مشاهد فيها الحتة بتاع الصراع والكلام دا كله تعاطينا شوية أكتر من اللازم مع الماضي بتاعه والكلام دا كله فأنا مش ضد اللي انت بتقوله بنسبة مية في المية بس هو عمواً وزنه كله في الأحداث مش تقيل وما شكله من تهديدات كان جيد جداً هو حركة الكاميرا في الرابع الأول من فيلم اكستركشن تو كان سريع شوية ولا لأ سريع ومجنون ومحمس وهيستيري سريع وعجبني جداً كمان بلاك ميرر محبط للأسف عدل حلقة الثالثة لأ مش كله محبط أنا عايز أقول إن وصولاً للحلقة الثالثة كان بدأ ينافس في ذهني كده على إنه قد يكون من أقوى المواسم إن لم يكن أقوى موسم مثلاً يعني بالتصعب بتاع تلات حلقات الأولى والتانية والتالتة لأن الأولى كانت حلوة منظورها المستقبلي التكنولوجي هايل تعاملها مع بعض اللي بتتصدر المشهد العلامي دلوقتي زي أنا معرفش إيه والكلام ده كله شغل الديب فيك والمعرفش مين إنك تشوف الكلام ده كله ركب على بعضه وبيضمر حياة بني قدمين ما عجبنيش بس السقوط في بقر الكوميديا والهزل الزائد اللي حصل في آخر الحلقة وفي الآخر الصورة كلها على بعدها بقت غير ممسوكة وغير مملوكة شويتين عايزة أنا زي ما قلت كده في الحصاد الحلقة كانت ماشية كويسة أوي لغاية لما ظهرت سلمة حيك سقطنا بقى في زحلقة الكوميديا والكلام ده حلقة تانية حلوة جدا مش حاسس إنها بتليق أوي أو بتفت أوي في الثيم اللي الناس بتحبها عن بلاك ميرر اللي هي اللي هي دعوة بالتكنولوجيا اللي هي دعوة بالمستقبل والأمور ده خلي بقى لك وحنا بنقول المستقبل مش قصدنا إن إحنا لازم زمنيا نكون في المستقبل إحنا ممكن نكون بنستعرض ثيم مستقبلية حتى بالنسبة لزمن في الماضي زي ما حصل في الحلقة الثالثة مثلا فده شيء كان كويس الحلقة التانية أنا ما عنديش حلقة حفوظات على الإطلاق هي بس إزاي ما بقول أنا عارف وأنا بتفرج عليها ناس قلت بس ده مش بلاك ميرر يا سيدي أنا مش فارق معي أنا شفت أمتولوجي حلقة قائمة بذاتها حقيقي حلوة لغزاها جميل شغلت مخي صدرت لي بعض معالم الصدمة غمض اللي فيها كان كويس الحلقة الثالثة أنا زي ما قلت دي بالنسبة لي دي حلقة أنا 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 صعبان عليها إنها حلقة مسلسل دي كانت مفروض تكون فيلم بمخرجها بأبطالها بالناس اللي فيها بالكلام ده كله دي حاجة كده تتبروز فيها عيوب ما قدرش أقول إنها ممتازة بس حاجة تتبروز حاجة رائعة عظيمة الدراما الفكرة اللي موجودة جواها دي من الحاجات اللي فيها بلوت ممكن أقوله لك في جملتين ثلاثة وبعدين تعطولي ينهارسوا الدقد إحنا كده فتحنا إمكانيات بالهابة الدرامية إيه بقى اللي حصل بعد كده واقعد شغل مخي يقولي خبرة بيض وتوقع حاجات وتحصل وما تحصلش وكلام زي ده أداء تمثيلي جبر رائع الحلقة الثالثة عظيمة بكل تفاصيلها الرابعة والخمسة بقى هما اللي بيخلوا الناس يقولك مسموح لأن الرابعة مش حلوة خالص الخمسة فيها بعض النقاط وبعد العناصر اللي كانت حلوة جدا يعني أنا وقعت في غرام بتاعها بتاع بوني أم والأغاني بتاعت السبعينات والكلام ده الجدع اللي عمل دور ممكن نكلم ايه مش حرك دي في البلوت بتاعت الموضوع اللي عمل دور الديمن اللي بيصاحب بطلتنا وبيمشي معها في الرحلة بتاعتها رائع ممتاز من أنعش الحاجات قد يكون يعني أنا بقولك الحلقة الثالثة هي أفضل حلقة الديمن بتاع آخر حلقة هو أفضل شخصية في الموسم كله في تأدير الشخص لذلك مش قادر أقولك إن الموسم كله وحش آه الحلقة الخمسة القفلة بتاعتها غريبة التدفق بتاع الأحداث بتاعها أنت ما بقيتش فاهم هو إحنا مستنين نوصل لإيه في الآخر برضو اللي إحنا متعودين عليه على ملقناش أغلبه جوه الحلقة وده شيء مفهوم ومقبول وزي ما بقولكم أنا شخصيا نقابله أكتر من الناس اللي بتحب بلاك ميرر ومتابعين الحلقات بتاعته بس بشكل عام أنا عاوز أقول إن ده موسم من جيد لجيد جدا ما يتقلش عليه وحش إطلاقا في رأيه شخص ده برضو رأيه ممتشر قوي يا دود والناس عملت قول فيه وأنا مش عاوز أعود بقى البوكائيات بتاعة الموسم الأولاني والمخرج القديم والبطل الغادر في الآخر دي يا انترتيمنت وحاجات بتتعرض حنتفرج عليها ويا تعجبنا يا ما تعجبناش أنا مش هشبه لحد ديك أبوهم كلهم القدام عجودات White Christmas for me is the best Black Mirror episode that I have ever watched what's the best one for you حلقة الثالثة بتاعته الموسم Beyond the Sea